موسيقى السلام عليكم وأسعد الله مساءكم تعرف الجزائر هذه الأيام أحد السخنة جدا وغريبة رعبت وصدمت كل الجزائريين فبعد حدثة غرق التلميذ وقتل رجل موسيقى داخل المسجد وتلتها الحدثة الغريبة والمريبة والتي أخلطت الحبل بالنبل وهي العثور على شاب مختفي منذ 26 سنة بولاية الجلفة وهو بصحة وعافية داخل منزل جارها اهتزت اليوم ولاية ميلة هي الأخرى في الساعة الأخيرة على وقع خبر صادم وفاجأة علمة بعد العثور على شاب مفقود ولكن للأسف عثر عليه وهو جثة همدة بين الأحراش والأشجار ويتعلق الأمر بشاب المفقود منذ ستة أيام والمدعوب إلى البلطرش عثر عليه جثة همدة ومتوفي بواسطة الأحد بفعل فاعل في غابة صوفة وتابعة لبلدية ترعي باينانا بولاية ميلة إن لله وإنا إليه راجعون